الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ويقول سبحانه عن نبي الله تعالى شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ويقول جل وعلا ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويقول سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ويقول تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ويقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهذه النصوص فهذه النصوص فيها خطاب وبيان لحال الدعاة إلى الله تعالى وحال الذين آتاهم الله تعالى شيئا من العلم فكتموه وحال المدعوين وأن إحنا يجينا المكان دا ما عشان نعكر أمزجة الناس نحن ما جيناك عشان يتدار تضحك والبدار تضحك ودارهم تتونسوا ودائرين ودائرين وإحنا جايين نزهجكم ونعكركم لا والله ذا ما المقصود وإنما المقصود أننا نخاف على الناس من عذاب الله تعالى ونرى أننا والناس في غفلة إلا من رحم الله تعالى ناس في غفلة قال تعالى اقترب للناس حسابهم قيامة قربت وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ناس في غفلة ومع الغفلة في إعراض أزول تراه الغافل الغافل لما عنده علامات من ضمن العلامات إنه بسمع الحق وما بأثير فيه وإنه بيرى الحق لكن ما بيهتدي إنه يعمل به وإنه قلب دفي قسوة قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والعنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الناس الله قال لك ده زي الأنعام وما لا نعام بس بل هم أضل الأنعام دي ما تمانية أزواج انت لقاين علي أربع أكسام وهي تمانية أزواج أربع أكسام الإبل وين اتنين ذكر وأنثى والبقر ذكر وأنثى والغنم برضو وبعدين الضأن أربع أنواع في ناس زي الأنعام والله الذي لا إلى غيره في نوع بتلقاه هايج طوال هايج زي التور وزاته ما زي التور وفي نوع بتلقاه كاتل ضنبو بلحيط زي الغنم بيتحق بلحيطة وفي واحد بتلقاه في النهاية جار وماشي ولاف فيه وطالع فوق ونازل زي الناقة ذا بي جنبا واحد زي الخروف بيقبضوا بيطبحوا بنتوا منه والله الذي لا إلى غيره وإن كان ما تفسير الآية الذي ذكره العلماء في التفاسير لكن أعرف أنه أصناف الناس ذاته في ناس نسأل الله العافية فنحن والله أتينا إلى هذا المكان لنذكر الناس وزي ما زكر قبيل واحد من أخواننا ذيل الموجودين زكر قبيل هناك قال النازل ما تشوفون كذيه القاعدين ديل بنات وأولاد أغير ونسات قال والله في ناس في مخير وتالث القيس مع الحق قد يذكروه في النهاية يرجع إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى بعد المقدمة دي نحن نريد أن نتناول حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله نبين العقيدة الصيحة والاستقامة على دين الله تعالى والحديث في مستدرك الإمام الحاكم وفي صيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس وأنا ذاهر البنات ديل والأولاد البتونس ديل ما هو كل يوم بيجو ولا يومين ثلاثة بيجو تراه قاعد يذكو مكانات هنا وبرجعو الليلة المكانات دي كذي وقفوها وقفلوا المفتاح وكذي كلكم الليلة أنصطوا بس والله إذا عندنا ديكم كلام تستفيدوا منه ما أدغو الشاساء يا أخوانا ما قادر وإتي ما قادرين يا أخوانا ما قادرين يا أخوانا ما يكلف الله نفسا لا وزعا تاني وكيت ما قادر الحاسد شنو ذاته والله كلها لفه دوران وتعبانين البت الله يديها قروش بعد أن تمشي تصدق ولا تعمل لا حاجة تستفيد منها تمشي الدكان بتاع العطارة واللجنو تقعد تشتري دائرة دا ودائرة داك ودائرة وزي ما ذكر لك أخوانا قبل شوية أنا ما ذكر أكرر الكلام والولد برضو يجي يغشه وتلقاه شغال طلبة بعد أيام دخل الجامعة يجي يغشه البنات والأولاد هغبش بعد شوية القاوس أو إلى حاجات وكريمات واكبين في الصف يعني البيت عرفناها دي بتشتري ترى والله قال عن البنات أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرى بفطرتها بغريزتها بتزين بتحب الزينة دي ما غريزة فيها أصلا لكن الشريعة ضبطتها لا تلبس الزين الشرعي بتزين لزوجها وإلى آخره لكن دا والدبرك دا دا يسوي كريم ليه أنا دار عارفه والدبرك دا مشكلته شنو والله واقفين بجاي شغال في راسه وشي في وشه يا ود شوف لك زيت مكنه ولا زيت فرامل كأنت فرمل من البتعمل فيه ده انت بتعمل كذل ايه وتزينه تعرف ذاته زول ولا ركشة تلقى عنده بإجاية نظارة وبغادي بالجنباد عنده حاجات ولابس كيف والجزمة كيف والبنطلون تحيض ضيق والفنيلة في نص اليد ولابس لسيسل دا كله بالخلط شفت الغلط دا كترته لخلي الصفات تتناغل البتاني صفاته تبقى صفات الولد تدقبني هذي تدقس تتزوجها والله يوم ما تجيب الملاح تنطفيك بشلوت توريك الحاصل دا ما بتخلط كتير داك برضو الولد برضو فيقت صفات الله من رحم الله برضو تلقاه نسأل الله العافية يده ملوية كيف ووش عامل كيف وشكله كيف وفلفل وبلبلة فنسأل الله العافية ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس في حاجات قال لك اغتنم قبل ما تجه أشياء تشيل الخمسة قال شبابك قبل هرمك في فترة بتاع الشباب والفترة دي فترة امتحان والفترة دي مجرد ما بلغ الرجل الحلم أو المرأة وضع بعد ذلك القلم يعني فيه في كتابة في حسنات وفي سيئات وبعدين فيه سؤال أمام الله يوم القيامة قال رب العزة والجلال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فقال لك شبابك قبل هرمك في فترة بتاع الشباب استفيد منه ما تضيع سايخ تنطط بإيجاي تونس بإغادي وبعدين أنت مسؤول عن كل لحظة تمر والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال سبعة يُظِلُّهم الله في ظِله يوم لا ظِل إلا ظِله واحد قال إمام عادل وفي رواية الإمام العادل يعني حاكم وعادل اثنين قال وشاب نشأ في عبادة الله شاب قام في الطاعة صاحبي يُبتلى بيجاي ديال بيغنو بيغاذيك بتاعين كوشتينة بيجاي ديال بيلياردو بيغاذي ديالك بتاعين صعود وبيجاي ديال بتاعين خلط وبيغاذي ديالك المهم شغلته هم ابتلى شاب وبعد ده نشأ في عبادة الله زمان الشباب في منخير والله واحد اسمه عمر ابن عبد ود ده كان من أقوى أقوياء الجاهلية وقيل إنه وقيل أنه صارع عنتر ابن شداد ثلاثة أيام وما استطاع حدوما أن يُلقي الآخر في الأرض ثلاثة يوم بالصارع والله الذي إله إلى غيره اسمه عمر ابن عبد ود زوج شريص وكان على الكفر وكان مجاهرا بالكفر جاي يوم الخندق ويقف صاح للمسلمين داره الركنه زمان شوى الشباب كيف وأستده الكيف والله فصاح قال يا محمد إن إنك تزعم أن من مات منها دخل النار ومن مات منكم دخل الجنة ثم قال للصحابة فهل منكم أحد اشتاق إلى الجنة فإن اشتقت إلى النار قال له أنا غايت النار دي مشتاق لها وقدت فيكم واحد مشتاق للجنة اللي جمار قال له والله إلى الصحابة ناس رجال وسود فخرج إليه غلام غلام عمره ستاير سنة واتلثم الغلام ده اتلثم وعمره ستاير سنة وخرج إليه فوقف أمامه فقال من أنت قال أنا من المسلمين انت مجد لو أنت مشتاق للنار ولا اللي بتكتل مننا بخش الجنة برضو مشتاق للجنة أنا اييت مشتاق للجنة وانت مشتاق للنار نشوف اللي بخش قال لانا يسمي علي ابن أبي طالب قال يا غلام ارجع فإن لي مع أبيك صحبة وإني لا أريد أن أحزنه فيك والله قال لأبوك ده صاحبي أنا ماذا يريبك عليك وأحزن أرجع فقال علي وأنا أريد أن أباك يحزن فيك قال له كنت ما ذاهر تحزن خلاصنا ذاهر حزن أبيك قال لأباك وإن كان في نهاية الأمر بدأ القتال فتقاتل حتى على الغبار فاختفيا في الغبار بيقول يتكاتلوا لما قامت كتاحة وبيقول ديل ما شايفينه شايفين غبار جوا وذا بي جاي غبار فضربه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم هزه فسقط إلى قسمين فسقط صريعا قاتله الله ففي نهاية الأمر كان أولئك الشباب يعظمون الله وكانوا يدافعون عن الإسلام وكانوا ينشرونه ونحن في وقت نسأل الله العافية يحارب فيه الإسلام من قبل بعض المسلمين بتأجي محل زيدي إنهم فيك شباب يصخروا بك قل لك أس ديل عليك الله تجابوني هنا شو إنت أس جابك شنو ترى أولي عندنا مهضوع جينا نخاط بر رجال ديل إنت أجابك شنو والله ترى أنا جي تفرق جي تفرق تعالوا قعد أسمع كلمتين كانت يسفيد منها ترى أقول بدي كل يوم بتكذب لها الليلة ما دارت أقول لك كل يوم بتكذب لها وأن وما بعرف وإن شاء الله بعدين بتزوجك أوك إلى آخرين بعد فترة تلقى الزواج ماف وتلقى الشغل جاطت في شنو يا ناس والله يقول لك ما تراه غايته ده ما حال الدنيا حال الدنيا نسأل الله العافية فقال لك شاب نشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الله أي في طلب العلم وفي تلاوة القرآن وفي عبادة الله في طاعته وفي الصلاة وفي المساجد وواء إلى خير وفي الخير شاب مستقيم شكير رب العزة والجلال بشر المستقيمين قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بعدين في الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ثلاثة قال من السبعة قالوا ورجل قلبه معلق بالمساجد زول بيرتاح في المسجد وبيرتاح في الصلاة مج في الغنى تلقاه لا بد براه السيشاب تلقى براه وقاعد وفي الضل بتاع الشجر ويعاين في البحر ولا بد وتلقاه خاتلها سماعة بعد شوية دموعه كر تسيل يا ود بتبكي مالك ويا بد بتبكي مالك الحاصل شنو والله يقول لك لهيب الشوق أيوا يا تشوق ونت قاعد انت خلطه تشتاك شنو أود تماتت ويمساي أو همان والله الذي لا إلى غيره وجوهي نغم يقعد يفتش جواهي دي في سيليك يعني في دقوا اللي في النغم ده كيف ذاته أنا ده عارف نغم ده شنو ذاته نغم وما بعرف وما بعرف شغلاه في البص الجماعة يشغلوا في البص الغنية بعد مات ذاك الفنان ذاك مات بعد مات جاوه في البص شغال يغني وجاي على الغرقان وعلى الحفلة ويا زول يا طيب ماشي وين كر الجماعة يبكوا يا ناس ده ماشي القبر اتو ماشي وين اتو ماشي وين شغل هذه دارة تسلمتين والله الذي الهي لا غيره ده المها فضل يا غنم شاة جامعة ومدرمان اهلية بتفالقوا بالحصحص والله ولده بيت البيت تفلك فيه تر أنا قلت ناس التفلك ده الله يخطينا لهم وخارجنا من البلد دي دنقر تراسيم هاشي طيحت كلها بناطلين ترفع فوق تلقى دي والدبر ده والدبرك ودي بيد عشوش زاتو الحاصن شنو يا ناس والله الذي لا الهي لا غيره وبلاوي قاعدين اتفالقوا يا اخوة دبرك ده بدع عشوش في السلك لا بيفلي قلب تفلقوا اتو بشر عندكم عقول بتفالقوا مالكون وتتونسوا وتغشوا في الناس والجبنة ابو تلقى تعباني اخي بذل يجيب كسفواك اللي انا سهلوا يرسلوا في المصاريف ويجا ادي البيت ووك لما واحد جاب ليه وبايله وبايل اخوه والله الذي لا الهي لا غيره البيت كاتبليه مشهور بالكرم شوف بدون كلمات زي دي طبعا بدوك سدره طوال بطلع على القروش وتاني يقعد يأكل في المسكيت وتقعد تلف وما لاقي وكذا شوفوا لأي حاجة قاتله مشهور بالكرم وارواحنا بك تنجم حاشاك البخل دمعاه ما بتتلم رسل لي رصيد ودع عليه ما بتندم والبليد رسل الله رصيد ما عارفه قريبة واللزين عليمه ربه رسل الله رسل الله تغش فيك يا اخي البيت تغشك تحنك الكذي تسلق روشك بيت الناس وذا بي جاي سندويت شاكل نص ويخلي نص هو جاي عام تمه سايق ما تخجل منه والبارد يشربه نص ويخله نص يا ود ما تتم البارد والله يقول لك البيت بتقول جغلان سايح كذا البتت تلفي جاي تشوفك جمع المضعم تأكل الأكل والطلب والشطة وصابعك ذات في خطر تقعد يا اخ تخجع علي بنات الناس عامل لي فالظريف اختم وقل لك يا اخ قل الحمد لله واحسن لنا لو فيئنا كل لخبتا والله الذي اله لا غيره وقال لك ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله دعتهم يعني هي التي دعته الى المعصية مشهد دعاء ذات منصب وجمال منصب تحميه بمنصبها وجمال ترغبه في الشر بجمالها بعد قال اني اخاف الله ذكران ذكر الرجل قال اني اخاف الله اني اخاف الله دل بحول بين الزول والمعصية شكير ابو العزة والجلال قال فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه زول بخاف الله ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى واحد اسم الربيع ابن خسيم الربيع دقاعد في غابة بيعبد الله سبحانه وتعالى جنب الكوفة بعدين الجماعة الرمتالة تلموا في الزمن داك مع رمتالة كتار كدام برضو فيه تلموا قالوا الله الربيع دا اللي رسله بس بيت منحرفه شو بان شياطين ديل ما بخلوك ذاته اندارتا مجعدين ما بخلوك قالوا نشوف له واحد كعبة بعدين تجروا وزهوا الشاب قاعد يعبد في الله وانا احنا بجاء غايتهم لاخبطنا دارينه لاخبط برضو الدعا قروش قالوا لا على أن يصيب منك قبلة بس قال لا هذا المهم قالت فذهبت إليه مشت له في الغابة بعبد في الله وامرأة جميلة جدا بعدين قال فتعرت له ثم أخذت ترقص أمامه في غابة براون إلا الله بس شايف سبحانه وتعالى فقال لها كيف بك إذا نزل بك الحمى ثم كيف بك إذا نزل بك ملك الموت أم كيف بك إذا أدخلت القبر فجاءك منكر ونكير نكير منكر قال فارتعدت وخافت ولبست ثيابها ثم ذهبت إلى بيتها تبكي لله تعالى فأخذت تعبد الله حتى سميت بعابدة الكوفة لما نسموها بعد داكشن عابدة الكوفة فقال القوم جماعة المشاكل قالوا أرسلناها للربيع لتفسده فأفسدها علينا الربيع والله قال رسلنا غايت دغشه في النهاية دعا إلى الله تعالى وبيقت عابدة الكوفة المشهورة فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وأنا ما عارف ديل والله بغش بناة المسلمين ديل بعدين ما بيزوج ما بلد والله زول عليك الله ما عصي يا زيدي رب العزة والجلال يقول لك إنه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يقول لك لا لا يا خدتها ما تستعجلوا ما كبير قدر دي نحن نتونس تونس ما تي تونس معاينة ما تعال تتونس معاينة تتونس تاخد شنانة والله يقول لك إنت ما عندك خلاس تعال بشنا بتونس معاينة لا والله ما ملونس دي غايت مع الجماعة دي قال تتونس تراوات ثانا زي جد وده دار تونس معاينة وده 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 الدنيا ساي والعربية دي كذي وده ما كذي قال بدي بتتونس معاينة في شنو في الفساتين ولا في الطرحات ولا بتتونس في شنو ذاته أنا دار أعرف الموضوع اللي بيفتحه أنا والله أحب وبتي كبرت وأنا خالتي صغرت وأنا بتتونس في شنو أنا دار أعرف ذاته غالبا أنا شايف من بعيد شغال كذي المكانة بتاعت الخيات تأميها بيديه ساي وما أعرف ذاته يتونس في شنو كل نهاية ساي والجامعة دي والمحاضرة دي كانت كاربا إنت ما داكيها إنت فاضي للمحاضرة إنت فاضي لها إنت تلاف في ساي وما أعرف إيه وماشيين وجايين وفلان دي كذا لما نبقى الولد ونست ونست بنات والبيت ونست ونست أولاد بعد شوية البيت تشتغل لك المريغ عندهم ثلاثة نقاط والهلال ستة نقاط بعد شوية لما نجيبها مزي عديل تعدكوره وكل لخبة ولغوس والله الذي لا إليه غيره قال ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجلان تحبا في الله تعالى رجل أحب أخاه في الله سبحانه وتعالى اتلم في الدين بدعاون على البر والتقوى شكري موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا دائما الصاحب كما قيل الصاحب ساحب كان فيه خير بقودك للخير وكان فيه الشر يهو تراهو بقودك للشر فأعد في داخل يتم درمان دا استغام عديل سمع حاديث وكذي بعد دا أقبقى بعد فترة أنا قاعد ألاقيه بعد فترة عفى لحيته خلت دقن طبعا دي حاجة زي الزول المتوحي جسي لما يعفى لحيته دي ما بيقى موضوع خطير والله يقول لك هاسبع شوية تجوا تفجرون يا ود نحن نحن بتعين تفجير نتكلم معك ساي التفجير دايش تعرفون قلت ما فاهم البفجر من المفجر دا لك بتعين دايش ساي دا لك مجار دا لك ذاته كان لقوا فينا فرصة نحن ذاته بفجرون والله المهم الود عفى لحيته الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جماعة ولا طائفة ولا ناس معينين قال خالف المشركين في البخاري ومسلم حفوا الشوارب وفي لفظ احفوا الشوارب واعفوا اللحاء عفى لحيته اصحابوا لموا فيه جاني والله يشكي ليه اصحابوا لموا فيه شوف عشان تعرف الناس نسأل الله العافية واحد قال ليه اسمع حق الموس عليه والعمود عليه يا زول مشكلة موسوا وعمود وواحدين يضحكوا وواحدين يستهتروا مشى البلد جام كوستي مشى هناك لما فيه عمو الداني لابت تلفون طب انطاعر دقيقة بتكلم معاه انتعرف بيه ازاته ضد الدين الا من رحم الله تعالى وعمو لما فيه جابوا اربع انفار مسكو كر شالوها بره والله الذي لا الى غيره بلقوة شالوها بره قلت لانا جايك في البلد الله يتقبر ركبت مشيت كوستي قلت شيت غريته لقيته ننصار ما هدي قلت لهم السلام عليكم يا الانصار جوني بيلوري رفعوني الله يتقبل مهم وصلنا اول ما دخلت الغرية الناس بيقول يعينوا لي بالحيط ما افدقين الغرية والله كانو بس زول وقع من كوكب ولا كتاب بتاع تاريخ ولا حاجة المهم زول جا من عصر الحجر المهم بقى والله يعينوا لي بنات والأولاد بشو هو افدقين جاه يا ناس أنا غوريلا ما زول يا أم الحاصد شنو خشيد عليهم قلت لهم يا جماعة اتو الزول لما ألكم معو والله قالوا الزول لجاب لنا دين جديد قلت لهم اتو شنو قالوا انصار ما هدي قلت لهم في كتاب بفاهم كنت ذاته كتاب سنة ثالثة تاع التاريخ المهدي ذات عنده ديقين رأيكم شنو تموش انصار ما هدي المهدي ذات عنده ديقين خلوا المهدي في واحد عنده كون اسم عثمان منو عثمان شنبو ولا عثمان ديقنا والله قالوا عثمان ديقنا والله قالوا تراه الشغل دي ما في ذاته حتى انخلوا والله يتقبل الزول خلوا امور وضحت تاني بعد داك وتزوج المهم ومشى بعد داك امور وضحت فلذلك نسأل الله العافية عداء شديد والله الذي اله اله تركب في البص لكيبت ما تشين من الخرطوم ما تشين الحصائصة الجماعة شغلوا غنية قلت للزوج جنبيل بغني دي سمونه قال لي والله دا اسم حسين شندي قلت لازح زح اخر مش هتليهم قدام قلت للسواق والنقل المضيف قلت لازمع ما في محاضرة حاجة مفيدة تشغيل نحن عليه سفر وبأسلوب طيب أنا ماذا رح رجو لكن في النهاية قال لي والله نحن شي مفيد ما عندنا إلا الغنة دا بينفع معاك ولا ما بينفع قلت للا ما بينفع لكن غايته بتديه النصيحة كذي وقف الشغل وقفت الغنة شغال وقفت قصائد التلفزيون متاعهم دا قلت لهم جماعة السلام عليكم في أعمامك ورا فتح عيون كبار طبعا شافوا الشغلة دي قالينها دارة تكتم الغنة والهناية وقالينها الشغلة داعش ولا قلت لهم يا أنا السلام عليكم والله عليكم والسلام قالوا قلت لهم البصد لو انقلب شاء الله تصلوا بالسلامة قالوا آمين قلت لهم لو البصد انقلب تقابل الله بحسن شندي ولا أديكم آية وحديث كان أعمامك ورا قالوا والله كلامك صاح دينا يا حديث يا ود قال لك في الأشهدة قفلوا خشت لهم في الموت طوالي واترون شفتوا الموت دا فيه كتمة نفس وفيه ثلاثة مصائب أي زول ذاري موت يجي الموت فيه ثلاثة مصائب بتجيك المصيبة الأولى بتشوفها الملائكة قدامك المصيبة الثانية في سكرات موت في ألم العروق والأعصاب والعظام ألم شديد في الموت وعقلك بيطيشه بي راجع المصيبة الثالثة قلت لهم الملائكة دا اللي بيتكلموا يبقوا لك انت ماشي لي خير يا ماشي لي شر دا بمعنى الكلام والكلام يطول وذكرناه في غير موضع في موضع فلما ذكرت له الكلام دا وبيقيت ماشي الجماعة النايمين صحوا والموديل أعمامك بيقوا مركزين والنساوين دا جائموا العوزات والموت وشغال لهم موت بس موت ردم شديد وطبعا في ناس ما عاجبون الكلام ملاوزين وكان جامع كان يتخارج مرك بالباب لكن بس يتخارج وإن تقعد بس تسمع كاتم بس جوة كذي قال نازل في مرة خوافة قدروا ما أقول وجاءت سكرة الموت بالحق تقول لي صلى الله عليه وسلم قلت لها حاجة كذا صبري إنت حاجة وأنا ما قلت الرسول قال صلى الله عليه وسلم قلتها صبري شوية خايفة مالك قدر دا والله في نهاية داتهم موت وقبر وقيامة ونار في النهاية جيتهم للجنة وفي نهاية جيتهم للجنة وفي نهاية جيتهم للجنة وحتى النفسهم برد شوية بعد ذاك قلت له والله الحجار كملت تعبت لو أبعدانا دارك وعد قعدتك أن المضيف شغل تفسير صورة المؤمنون قلت له تقبل ما قلت له ما مفيد دا نكت من وين قلت لك حلو ولا شنو بس شاب الناس آرين دين قلب دين طوالي والله الذي لا إلى غيره وناس كتر مجار ما في البلد فلذلك قال لك ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ستة قالوا ورجل ذكر الله خاليا ففاضد عيناه زول مشى بلاو بينه وبين الله خلا بالله سبحانه وتعالى ونذم وحاسب نفسه وبكى لله تعالى هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نمر سبعة قالوا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الظلم بيخف عمل الصالح وفي ناس مش بيخف الصالح دين بيختفوا من الناس في الشر والله شكرا الرسول عليه الصلاة والسلام قال والحديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة جبال تهامة دي جم المدينة بين المدينة ومكة أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله أباء منثورة حسنات عظيمة قال لك شتتوا يوم القيامة عليه قال ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث قال قلت يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ظهر لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم دي المنو يوم القيامة حسنات بالضيع ووائر آخره ومشاكل قال هم قوم من جلدتكم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون كمن بصلوا بالليل ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها واحد لمن يخلوا بمحارم الله يقع فيها ولا يعظم الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول على جل الناس وابتخاف الله والله الذي رفع السماء من محل دي ما اتحرك قبل فترة هنا في الغابة دي ولدوا بد وقعوا في الجريمة اتلصقوا عديل ما تفكوا والذي رفع السماء جو ناس الدورية فيها ما بعرف عصاب شدت ولا شنو حصل لهم شنو ما عليموا الربون جو لملمون بهم لا يشالون جدعون في البوكسي والدون ناس جو بتخاف الله الظلمة بخاف يا اخي تجيو ملك الموتك بضروحه تي يا اخي تحارب الله الله الخلق الكون تحاربه والدين فتح لك حرم عليك الخمر اشرب يا اخي الحياة التانية عصائر وجبن وشاي واشرب حلال كثير بس الا الحرام حرم عليك الفاحشة همشي اتزوج همشي اتزوج دق الباب اتزوج لك واحد ما لسه قاعد تكشف تاني بعد اتزوجتها تاني اتزوجت تانية ولك والله انا بلاوز من الكمشة تلاوز ودقوك يا اخي اتزوجت تانية واجب لك صود عنج وخليك ظريف بس ما تجلد بس خليك ظريف وكل يوم جب لك بصل وتفاح ولخبتة والله اتزوجت تانية لا والله بعد التانية برضو اه مولانا والله اتزوجناه لكن برضو قاعدين نعاين غايته خلاسي اتزوجت تالتة ابقى زي الركشة ابو ثلاثة اتزوجت تالتة برضو بتعاين جيب الرابعة تاني كان عاينتها تعال قابلنانا شفت بعد الرابعة دي تاني تشتغل اليوم كله لا حول ولا قوة الا بالله استغفروا الله واتوبوا اليه تاني لب تخلط ولا بتتونس خالتك ذاته ممكن ما تسلم عليها تاني والله الذي اله لا غيره تاني الا شفت انتهي دي الا الموية تشربه وتبقى مارك يا امه الله باحليك تاخدش في ظنات الناس وانا ائتي بعدين بلدو لك بيت هذا احل المشكلة كما تدين تدان كما تدين تدان والله الذي لا اله لا غيره هم صايب والله قال وتلك الايام نداولها بين الناس ونسأل الله العافية فلذلك دي دي بعض الاشياء التي ذكرت ولا علاقة بالحديث الاول قال شبابك قبل هرمك يعني اغتنم الشباب قبل ان يأتي الهرم قبل ما اتعجز اتنين قال وصحتك قبل سقمك قبل مرضك استفيد من الصحة سخرة في الطاعة اعبد الله سبحانه وتعالى اجتيت في الطاعة قبل ما يجيك المرض والله ناس كتار راقدين في المستجفيات شباب تلقى الواحد مبتلى في جسمه بامراض كثيرة امشى عليك الله بس امشى مستجفى السول دينا الدرن تلقاه جنب الجوازات يوم بس امشى كشف في عينك شوف الشباب قاعدين كيف شباب تلقى الواحد ضعيف يخد جواه يقول له عندك درن عندك سول اداك ما بعرف عنده المرض الفلاني اداك اداك وما بيعتبره شفت النازل الا من رحم الله والله ما بيعتبره يا اخ واحد تلقاه فنان يموت في حادث جاي من عطبرة تل يبقى مارك يتهرس يبقى مارك مات مات مش مفروض يترحم عليه وخلاص ويذكروا بخير بكرة يجيك عمك داك عمك العجوز داك انا ما عارف ذاته حيرنا والله شايل له عكازه لابس لنا الدارة وسناناته ما فيشات ضحكة ترمي الاسد شفتها بعدين يجي بيجنبه عمك بيجاي عشر وخمس اولاد وبيجاي ستة بنات وغني لينا يا فلانة وهاي اللي يا زحل وهاي اللي يا فهيمة يا ود يا عمك ات دار تتوب ميتين انا دار عارف دار تتوب وفي رمضان شغال شياطين مربطة دا شيطانه انا عارف انا الحاصل حليش مزاته شياطين مربطة عمك عمامك دا المفككين ودو تلقاوي غني غني لينا يا فلان ويجيبون لابسين اسود قال يا والله يرس يفتهم في البصر لابسين اسود قال بيغنوا للفنان وزول ما تلحق له زيئات في قبره شغال يغنوا له ويبكوا دموع التماسيح تبكوا بيغني يا مجارم والله بيجاي اولاد وبيجاي بنات وغني ويتي وغنى دا وغنى دا وبيجاي اعمك يا اخبي واحد فنان في البلد كان مؤذن فرفاع بعرفه باسمه كان مؤذن عديل بيأذن الله واغبر اسمه احمد مامون بعد فترة اختفى من البلد بعد ايام ركبت البصل لقيته جمعا مكسر قدور قاعد وك مفال في الشعر وين الفنان وين العزان الجميل خلى العزان واشتغال غنى والغنى ذاته نسأل الله العافية كله لخوسه ولخبته وقلتها بساي لو مر في الاسبوع نتكتك الموضوع موضوع بتاع شينه دارت يأتي موضوع يا قليلين أدب يأتي موضوع ده مر في الاسبوع وكله سفه وقلتها والله الذي لا إله غيره يا ناس اتقوا الله وارجعوا إلى ربكم ومولاكم وانعنا عارفين مرات كلامنا ذا قد بعض الناس ضايقون لكن والله يخايفين عليهم والذي رفع السماء دي أيام يا أخو بتنتهي تبشي يا أخو فتش الحلال أسأل الله سبحانه وتعالى أدعو الله أسأل الله قل يا الله زوجني دق الباب وقلت أبوه أقول لأنا دائرة لبدي أداك الحمد لله يبنانا بحاقد لك مجان زابة أبقى مارك ما أداك أداك شاكوش أكلوا أبقى مارك شوف التانية والله تقول يا أخي تقول شوفي بنات الناس تقول شوفي بنات الناس تقول شوفي تليفوا تدور فلذلك قال وصحتك قبل سقمك ثلاثة قال وغناك قبل فقرك زولي استفيد كان الله الدمال سخروا في الطاع صدقات تشتري كتب منافعة تستفيد منا تبر الوالدين بالانفاق إلى أخير في ناس كتار مساكين ما لقين قروش والله والله كنا شغالين بنيان في سيقة دينا بتاعة الدقيق شغالين جات مرة عجوزة كبيرة في السن تشعد واحد الدى الثاني الدى الثالث الدى بعد تمت عشرين جنيه والله واحد تاني مدلية قالت لي ما دايرة بس كفاية بس دل لنا دايرة وجيت من بيتيه والله عشرين جنيه رجعت بيتيه مرة كبيرة وناس كتار زي ديل المرة تجي مسكينة شابة تلقى جم المساجد تشعد دا يجي ماشي عندها ما بديها وجي لي خطيبته دير السلاء ويا ريته لو خطيبته ذاته مجاسبة زي ولا خطيبته ولا أي شيء زي الرقشة بس أي زول ماشي ويجي بيجاي وكذب في النهاية يجي دا يتونس معاه داك لسانه سميح يجرها يخلو دايش ربانقه وشاي الجراح بيجنب داك برضو لسانه سميح تفكه ونتمشي لأي داك كلها لخبة ولغوسة والله الذي إله إلى غيره ونساته جوطة ومرات واحد تلقى ما شم معاه ثلاثة يذكروك بس بعد الصباح لما انتمشي بالكوشة بتشوف لك مناظر والله واحد تلقى ما شم معاه ثلاثة والعكس مرات وعشر بنات تلقى في نصين ولد أنا ما عارفوا دا كيف الحاصل عليشن دا بزي الأسد المربة في وسط غنم والله لابعضي لابعو وليش قاعد ساي يقول لك والله ما زي أخواتي زي أخواتك قاعد في نصين هاي هذا ولا الله يتعين لك مشكلة والله الذي لا إلى غيره هم يشوف لك شيرزي ولا حاجة يعني قاعد ولخبة ولغوسة وكلامنا دا مر لكن قاعد وحاصل والواحد ما بيرضاو بعد فترة يجيبوا لك مشكلة طعنوا في جريدة الدار وعمل والشاكل وقدبوني في عينه وكلها بسبب المعاصي والذنوب وبسبب محاربة الله سبحانه وتعالى وقال لك واغناك قبل فقرك آخر حاجتين قال وفراغك قبل شغلك الله اداك فراغ ما تضيعوا ساي كشتينه وضمنه وماسك الموبايل واتصاب كيف أصبحته ديك تقول لي أصبحنا كويسين هيتو كيف أمسيته أمسين كويسين بس دا الموضوع كيف أصبحته كيف أمسيته كيف أصبحته زي النشرة تحت الأخبار والآن الساعة السادسة مساء والآن الساعة السادسة صباحا ما بايش ولا باي موضوع ولا في حاجة بس كله لخوة يجوك في البيت بذل يتونسوا معاك شايلين الموبايل طاق 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 يا كافي البلا يا ماسك موبايل يا في الشاحن يا في كذي ضياع زمن بس والله وهو مسؤول عن هذا الوقت لأن العمر دا إذا مرت دقيقة تاني ما بترجع عمرك الليلة دي عمرك الصباح وأسي ما واحد في أجل معين بعدين بتفارق الدنيا بتموت والموت ذاته سببه شنويت ما عارفه وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت فحافظ على الفراغ دا أمشق رياء القرآن حرف عشر حسنات عشر حسنات بعد فترة قلبك دا بنشرح وترتاح له أول أيام ترتاح للغنى وتتضايق من القرآن تتوب بعد أيام كذي الله يشرح صدرك تاني تسمع زول يقرأ قرآن لما ترتاح في قلبك زي ما الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من تيمية في الفتاة وذكر له فائدة جميلة جدا قال كل محبوب قال كل محب واسمع الكلام نفيدك قال كل محب إذا وصل إلى محبوبه وجد نفسه تتوق إلى سواه أي زول بحب لا محبوب قال لك من تيمية وجاب آية استدل بدليل قال أي زول بحب لا محبوب قبل ما يصل للمحبوب ده بكون مرتاح همه بس يصل بس وقال نفسه برتاح لما نلاقي محبوبه قال فإذا وجده وجد نفسه تتوق إلى غيره ولا تستقر قال إلا من أحب ربه سبحانه وتعالى واستأنس به والله الذي لا إلى غيره مش يشاهدهم بتونسوا ودهوا بخش عليها ودهب تخش عليهم كذلك عقد لهم بس زوجهم بعد اسبوعين تاني شهرين تاني قل لهم يتونسوا والله تاني ما عندهم شغل بتنتهي المكنات كملة زمان تاني يقول لها شنو إلا يقول لها حدي التلبون دي تقيلة أصبر بتدك بها بعد شوية وهما عرف الشمار ناقص الليلة والسكر زايد والله كل ما خلاص موضوع انتهى ساير قبل ما يتزوج مما يتزوجها المشاكل تبدأ مما يتزوجها تاني يمشي يفتش تانية تاني تانية يتزوجها ويقف كذي بس يتنقل كذي بس قال إلا من أحب ربه سبحانه وتعالى واستعنس به والله مما يستعنس لا زي البنات اللي بتغشن هو ولد عامل فيها ظريف وكذي مما يونس يومين ثلاثة وعامل فيها نطيف بعد فترة يتزوجها تاني بعد ذاك الكيس يطلع زمان ما بتقدر دم في السفة من الصباح بعد شوية إذا تبقى تسف ولا كمان جنعت من الشغلة تقول لي تبقى تسف هاي بسف بطلق تاني بتكتم بتسكت ساي تسيفه بسيفه بطلق ولخبة كلهم والله الذي لا إلى غيره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وانحنا كترنا من الكلام دا وكل دا يكتم نجيبه لانه دي مشاكل كتير من الشباب الآن يقول لك والله أنا ما أنا أي مشكلة إلا وسأل البنات دين والبيت ما أنا أي مشكلة إلا الأولاد بس والله الذي لا إلى غيره وده يغش في ده وده يغش في ده يا ناس صبر جوية ما الصبر وامشدو قول أبواب والموضوع دا طويل آخر شي قال وحياتك قبل موتك استفيد من الحياة دا قبل الموت وأعظم شيء تقدم في حياتك لربك سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة تكون موحد تكون عقيدتك في الله تمام والله ما تنخدع ناسي غشوك الزول تلقاه الزوج سنتين ثلاثة ما ولد أربع سنة طوال الجماعة يجوه يقول له أسمع أمش لي ناس فلان فلان دل منه والله الشيخ الشيخ ما قالوه والله الشيخ بدي جنة شيخ بدي جنة عديل كذيه والله يقول لك الشيخ دا غايته بدي الجنة قاله ما بشيخ بدي جنة يا أمة الله قال في القرآن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا البهب دا الله سبحانه وتعالى ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير البدي الجنة دا الله سبحانه وتعالى مش فلان يقول شوك بيقصايد ساي يجيبون الجماعة يغنوا باسم الدين ويقول لك دا مديح كباشي كم أدى ولد دي مدحق قال قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل ما حل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي في كباشي بيدي طفل في شيخ بيدي له زول جنة والله وإنت هتقص ودي مرتك للشيخ قل له الشيخ دار ليه جنة تكون عتود ساي ما فاهم شي في شيخ بيدي جنة زول الدك جنة كيف يعني أنا داري عارف بس الدك جنة كيف يعني زول الراجل بس راجل يودي ليه مرة ليه راجل يقول ليه أديه جنة وذاك الفكيه طبعا مفتح اللقاء وجيهة اللقاء جميلة بديك تراب بيقول لك أمشي أكشحه في مبده تمشي تكشح التراب في مبده والتراب في خشمك والله أمشي أكشح حساي تتذكر كلامي ده بعد فترة بعد فترة المرأة بعد تزعى شهور تلد أضانه الولد أضانه بيش بأضانه الشيخ يعني الحاصل شنو يعني بأوريني الحاصل شنو ده تراه بيبسي شغالين وده لك بالشيخ برضو شغالين قل لا لغوة سووا لغبة يا ناس اتقوا الله ما تتلولوا وعليهم والله في شيخ بدي جنة شيخ بدي جنة قال 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 شيخ فلان وطبعا الجماعة متكيفين يقول لك والله غاية الدو الدو هاي هالولد البدي الله ده عنده كراعين هالولد دهك للشيخ عنده كم كراع اتنين يا زول ده ما حق الشيخ دار تغنعني إنه الشيخ أدك ولد جب لنا ولد عنده ثلاثة كرعين لكن ده ما يأوذاته حق الله انت بتخش علينا قل لي يا أخي ده الدانيليو شيخ فلان الدانيجنا خواجاتي أخ بلدو والله جابوها في الجريدة مرة خواجية شفت في الجريدة أنا شفت الجريدة مرة خواجية والله تزع جابتي تزع زي الفيران مرسوسين جنبه في الصورة والذي رفع السماء شفت الكلام ده في جريدة نظر الله يجاوز عنا من من شفته غاية تزع مرسوسين جنبه ده فوق وده تحت وده كذي دي خواجية بتعرف لك كباشي دي اللي أدامنو خواجية الخواجات ديلي بلدو اللي أدامنو داون الله يا أخ شارون يا أخ ما بقول كرام زي ده بوش مش الناس زعلوا من الفتة سموه بوش بوش ذاته ما بقول الشيخ بدي جنة ولا إنت يا أخ مسلم ما عارف اللي بديك منو ده يا أخ الله قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون بلك الشيخ بدي جنة دا المهوسين أو عكت تورط معاون دا البجنب بعد شو يقول لك الشيخ بجيب الرايحة الرايحة شنو تروح منك قروش قول لك مش للشيخ نجيب لين هناك زي واحد قريبي قبل فترة وراني في البلد وزول تاجر زي ذاته زول تاجر لكن زول نحسا ومحترم قال ليه يتصل بي واحد بالليل قال ليه معاك شيخ فلان ما قال ليه مرحب قال ليه قوم صلي رقعتين وتاني بديك تلفون دا المهوسين برضو وشك قال بعد شوية قال أنا فتران خطيت الموبايل بعد شوية تاني اتصل بيه صليت رقعتين قال ليه أنا من عنقريبي ما قمته قلت لأي صليت رقعتين ها تاني موضوعك شنو والله قال ليه مش إتي عندك شنطة قال ليه عندي شنطة قال ليه بكرة ت larg بتلقى ملاناً جروش بس رس اللهي مياه س رس اللهي مياه ورسيد بكرة شنطتك تلقى شنو ملاناً جروش وزول بيه من الشنطة جروش ارسله له مياه على Circ class جملاك حتى مااتلأ شنطتك جنبت دي عملاء موبالك دك لدي شنطة قالي رس اللهي مياه قال ليه هزولك التلاقل واطلل وما افضل كاكين بتاعة رصيد فاتحة قال لي الصباح قال الصباح برضو اتصل بيه وقال ليه ننسيته الصباح اتصل بيه قال ليه اسبع اها رسل الميل واتاصبحت قال ليه ردمته قال اوزل المهم غايت لسانه كعب قال ليه اديته والشيخ والجماعة كلهم وقفلت الموبايل وبيت تاني ليه لما اتصل بيه وكلهم هوس يغشوك المرأة احت منها اقريشات وتمشي تزوج لك واحد بتاعة فكيات بتاعة حجبات وبتاعة شيوخ دي بتورطك والله يقروشك كلها تخمى للشيخ دهب يروح تمشي للشيخ ابوي الشيخ شوف ليه دهب يوين الشيخ عنده جهاز بتاعة دهب يعرفه كيف الشيخ انا داري عارف الشيخ والغنماء راحت ابوي الشيخ غنمائتي راحت الشيخ يولي على البخور بعد شوية جرالة يسيب حق يضيب ساي بعد ذاك يقول له غنمائة في الكوشة بي جاي تمشي الكوشة تلقى الغنمائة قاعدة تقول لك والله الشيخ ده ما شاء الله بعرفه الغنم غايته بعرفه الغنم ما واحد من اثنين يا تيس يا رائي بعرفه الغنم ده ما معروف وزول بعرفه الغنم وغنمائة راحت يعني بتمش وين ما بتمشه الكوشة ما حصله معروفuti الهر لا شيخ أبشيا وقرب كوشة بتلقى غنمائتي القاعدة وكل لغوة سماف شيخ بيعلم غيب الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون الناس تلقون ثلاثة تلقاهم مهووسين برضو الواحد يعتر في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين ده مجل كلام سمح يعني يا الله نحن نعبد إلا إنت وما من استعين إلا بك يعتر ينادي في الشيوخ يالحسن من المحن والبدر من الفقر وبشام وروق الدام ده خلا كنو دات وما بعرف وبقرون من العيون وبالعباس من عيون الناس والحقون وفزعون والفلع الأسرع من التلفون يا أخ ما في شيخ أسرع من التلفون ولا في شيخ بنجدك ولا في شيخ بلحقك ده كله هوساي شيخ دل ماتوا والله والحيين فيهم ما عندهم شي الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام خلي الشيوخ الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شي أمر ده الكون والهداية والإضلال وغير من الأشياء ليس لك من الأمر شي وإنما الأمر كما بيّن الله تعالى في هذه الآية ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد فلذلك الناس توحد الله تتوكل على الله تعظم الله تعالى والمعاصي دي ما تشوف كلامنا ده بعيد ما تقول دي الشباب وعندهم هوا وعندهم شنو شاوات ما تكلموا لهم في التوحيد لا التوحيد ده أهم شي ده الأساس زول لو وحد أموره بتنصلح والله لو وحد الله وعقيدته بيقت في الله تمام وعقيدته صحيحة بيعرف إنه النافع الله والبملكة الضر الله سبحانه وتعالى ما بعلق لها حجاب بتاع محبة قال حجاب تلبسوا قال البنات ريدوه قال وده لدارين حجاب ده المازا بعده بيحصل مازا دارين لون حجاب ده لي آخي قولها لغوة سسايا ناس اتقوا الله والله قلوب ضيب يد الله قلوب بتاع محجاب ورزق لابس الله حجاب والله قال في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وما تبقى مهووس قولك موضوعكم ده التوحيد ده سي علاقته بالشباب شنو ما شايف دعاة الشرك والوثنية قاعدين يجروا في الشباب ما شفت داكل هالطفة شو داك اسمه من الأمين داك قال لك محايت بيفسي وحوار تيكسي وشنو ما بعرف جلقسي بخرة قال جلقسي في بخرة جلقسي وبخرة ذاته ما في دين الله هو رجلقسي في شباب رمتالة ذاته ولا ذارين دين بيمشوا بخشو هناك بس دارة والنفس رمتالة ما شيم باسم الدين والله بيسألون وهو ذاته والله بيسألوا إن لم يتم إلى الله سبحانه وتعالى وشو الشباب يا أخي ما في طرق في الدين ما في حاجة يسمى ختمية وقادرية وسمانية وتمش ليه شيخ وشف ليه الرائحة دشرك بالله والذي رفع السماء قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون وما تبشي تدعو لك ميت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ورسالة أخيرة نحن نقولها للناس والله الذي إله إلى غيره توبوا إلى ربكم وسيدكم ومؤلاكم والله ناس ترجع لها الله يا أخ ياخذ لك طريقة الحق ياخذ بتموت تصدق بتموت بتفارق الدنيا دي فجأة قد يجيك الموت قد تفارق تخش القبر نفس أضيق وتعب وانت بياي ده بسرّك تقابل بها الله بسرّك تلاقي الله في صحيفتك كذبت على فلانة أنا كذبت عليك بسرّك تلاقي الله بيبنكو تلاقي الله بيسجار بيصعود تلاقي الله ويتم ابتصلي شباب زول تلقى يقول لك أنا مسلم في تلقى في الرغم الوطني ولا في شهادة تلقاه الديانة مسلم الديم مسلم والله وهو صلالي يا الله ما بيسجد ده بس كيف الشغلة دي كيف يحلوها كيف وكلها مصائب توبوا إلى ربكم والله يقول لك لخبة تبغوشو في الشباب ساي يا حفلات بيقوا يختموها بشغلة صوفية مكاشف القوم وملمولة وما بعرف شككين شككين داك الفناس مجزار ولا منو قال ابا تاعغونا برضو تعمديح برضو فكفين فككين شككين أنا ما حافظه والله لككين بعدين في نهاية ختمة يا هاد إهدنا هو ذاته ما قال ذينا إهدنا ذاته جاب بالموسيغة يا هاد إهدنا يا هاد إهدنا تدار تهد ولا دار إهدوك شنو كل لغوصة ولغبة الناس ترجع إلى الله وتعظم الله سبحانه وتعالى وتتوب وتسأل الله وفقك والله تقول يا الله زوجني وفلانا زوجك لا واستخير زوجك لا خلاص وقول يا الله وفقني وفقك وزوجك ما زوجك لا عارف الشغل ما أنا فعى معاك شب واحد تاني وسهل الله الموضوع طويل والكلام يطول ونكتفي بهذا القدر وإذا مد الله في الآجال ووفق نحن نأتي إن شاء الله مرة أخرى جزاكم الله خيرا على حسين السماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد